موسيقى قالوا أن أهل الذكر من الأطباء أكدوا أن الختان ختان الإناث له أضرار قد تصل إلى الموت وبالتالي الشريعة الإسلامية من مقاصدها الحفاظ على النفس حضرتك والتي لي قبل كده فكل عمل يهدد هذا المقصد وهو الحفاظ على النفس فهو حرام كما تقول دار الإفتاء المصرية وكتبوا النقطة اللي هنشوفها على الشاشة دي دلوقتي أن الختان يؤدي إلى الموت ده في نهاية الفيديو وأظن هي دي النقطة الأخطر اللي ممكن الناس تقلئها أو تخاف منها الختان يؤدي إلى الموت وركوب القطر يؤدي إلى الموت وركوب الطيارة يؤدي إلى الموت والشرب من الماء يؤدي إلى الموت والأكل البتنجان يؤدي إلى الموت إزاي؟ إعلاقة ده كله بالختان كل ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ أهل الذكر أهل الذكر مين؟ طيب أنا أمي وأختي وبنتي ومراتي والأهل اللي بيقول أهل الذكر ده أمه وأخته ومراته كلهم وما ماتوش يعني إحنا في عرفنا وحضرناك راجل قروي زي حلاتي هل ثبت أن في يوم من الأيام سمعنا أن في واحدة ماتت وهم بيختنوها وطبعا تعرف عرف القرى عندنا يعني ده بيعمل له حفلة دي مش كده ولا إيه؟ صحيح مين ماتت؟ هتقولنا كده يا أهل الذكر أنتوا يا أهل الإفتاء كم حالة عندنا كده كم حالة ماتت أثناء الختان؟ طيب قول لي بقى الولادة بتؤدي إلى الموت ولا لا؟ كم حالة ماتت أثناء الولادة؟ أكتر على فكرة من الختان بلاش تولد بقى الستة مش كده ولا إيه؟ شكرا للمشاهدة